بإصرارها وعزيمتها استطاعت السيدة رفاء شقير بعد انتقالها إلى مدينة السويداء من إعادة الحياة لمشروعها الصغير الذي دمره الإرهاب في دمشق واستطاعت تأمين دخل مادي لها ولعدد من أسر الشهداء والجرحى وبعض العوائل بالإضافة إلى دخولها سوق المنافسة في التصميم والأزياء يعني أول شيء الحاجة للعمل وأنا دارتي في نونة سوية طورت حالي واشتغلت بشركات كثير وطورت أموري وبعدين جبت هيك بلشت بمكانتين والحمد لله الله وفقني ونحن بعد تهجير وبعد كنا بالشام وكان عندي مشروع وراح بالشام طبعا ساد الحاجة المادية إلي ولعائلتي الأسر اللي عبت تشتغل معي كمان بحاجة مادي وأسر شهداء وجرحى وهلي عندها مشروع وتصمم أن تكمل المشروع وتخدم حالة وتخدم أهل بيتها وتخدم المجتمع وممكن تقدم فرص عمل لناس كثير تطمح السيدة رفاء إلى توسيع مشروعها وإدخال نماذج جديدة وتأمين فرص عمل لعدد أكبر من السيدات وتدريبهم وتعليمهم الأمر الذي سيعود بالفائدة على الجميع هلق قدمني فرصة عمل بس أنه ماديا يعني تقريبا أنه عادي بسبب طبعا ظروف هلق مشاكل الكهرباء ومواد الأولية كلها غالي فهي مشاكل عم نواجهها نحن كل مرة قادرة تشتغل وتتعب على حالة وتربي ولادة خاصة إذا كانت وحيدة نحن نشغل بشكل خاص لأسر المحتاجي مثل أسر الشهداء أسر الجرحة نساعد لأنه كمان في أزواجهم قدموا أنه تضحيه ووقفوا على جريهم البلد وما قصروا نحن من واجبنا كمان نوقف حتى يظلوا مستمرين بنفس الطريقة اللي كانوا فيها مستمرين قبل بالحياة طبعا ما في خوف اللي بخاف ما بيطلع ولا درجة ولا سلم الواحد لازم يظل القلب قوي ويغامر فشل مرة المرة الثانية ما راح يفشل تبني هذه المشاريع ودعمها وتأمين المواد الأولية اللازمة أحد أهم الخطوات لتجاوز الآثار البشعة التي خلفتها سنوات الأزمة وإعادة الدوران لحركة الإنتاج من السويدة للإخبارية السورية شام حمدان ترجمة نانسي قنقر